موسيقى يقدم الهداف الاسطوري اول اهداف اللقاء واحد سفر تاني او تالت مرة يحترق برشلونة بهذا الشكل هم وقفين على خط واحد عنده السرعة عنده الانطلاق عنده الاختراق عنده الثقة رغم الضغط القوي عليه في اللحظات الاخيرة من ريكاردو كوزدا ولكن كان عنده اصرار غريب النجم الكبير يعمل سبريند فول سبريند فول سبريند نعم ومع ذلك قادم المفروض انه من رحلة علاج في العضلة الخلفية فاكرين لما خرج فاكرين لما ملعبش وبدأ ده كان بسبب انه كان عنده مشكلة في العضلة الخلفية لرجل الشمال ومع ذلك ما شاء الله حاول يهرب لوارا بنيجا السلام على الضغط لعب الدرسولة بالدافع فرصة تاني فرصة تاني فرصة تاني مسي 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 يسجل يسجل انك بالكمير اي اسطورة اي روعة اي انجاز اي اعجاز اي حب اي عشق اي غرام حكاية غرام حكاية غرام حكاية طويلة والله مسي ماله حيلة الله عليك تسلم رجليك يا حبيبي ايه ده ايه ده اين قوة دي اين صرحة والثقة دي وين الناس اللي ما بتضيعش فرص دي شوفوا الضغط يا جماعة شوفوا الضغط ودي سما بن السمات التي يبحث عنها كل عاشق برشلوني لفريقه مسي بشنال مسي باليمين دائما مسي عنده الخبر اليقين الله عليك تسلم رجليك يا حبيبي والله يا اخي الكلمة ليك انت ليها طعم تاني الكلمة ليك انت ليها طعم تاني ليها شكل تاني وطلع صريحة سبحان الله طلع صريحة وبدون مكياج مسي يتقدم بالهدف التاني ليه على المستوى الشخصي يرفع رصيده لأربع هداف ينفرد بصدارة الهدفين فيه في ذلك الوقت اذا ديوكيتش اسبب في فضل برشا من قبل بطلط الدوري تاني من جديد لي مار لي مار لي مار ايه يا راجل انت ده ايه يا راجل انت ده Lipa蒙ي اللي انت عامله ده بص شوف نيمار بص ني broke بص التعالف بص التوافق بص الجماعية بص الإيجابية بص شكرة الخدم الجميلة والحديدية انه العذاب 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 فوق شفاه تمتسم كيف نيمار اذا نيمار الى ميسي يسجل هاتريك النجم الكبير والملا هو هداف الدوري 3 مرات في اخر 4 سنوات هو الهداف التاريخي للبرشا هو الهداف دايما وابد المتعة بس روية بس روية بس الحسن يا جماعة البص سريع جدا ومع ذلك عنده من القدرة انه يحرك رجله بحيس البص اللي جاي سريع يتوجه يتوجه بادراك حسي غير طبيعي قدرات خاصة عالم خاصة جيت الدنيا ازاي ومنين انت جاي انت اكيد من عالم تاني من عالم تاني مالوش اثر ممكن ممكن 42 دقيقة شكرا